بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الاقتصادي هارضة أنا حاب أكلم حضراتكم حول قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بخط سعر الفايدة بمقدار خمسين نقطة وإعلاقة هذا بالعالم العربي وما الذي سيحدث نتيجة أو منجراء خفض سعر الفايدة حاب يقول لحضراتكم أولاً فكرة الفايدة نحن نعلم من ناحية الشرعية أن الفايدة ربا محرمة من أواخر القرن 19 في قرابة 1870 خرجت مجموعة من الاقتصادين وقالوا الفايدة دي مهمة جداً للاقتصاد وإن دي هي اللي منحفزة للناس إنها تدخل أموالها فكل ما الناس ادخلت أموال كل ما نفعلها فايد كل ما حنقدر نجمع الفنوس دي كلها ونقدر ننفقها في الاقتصاد الفكرة جميلة جداً لكن اللي حدث عندنا إن إحنا سنة 1929 في شهر أكتوبر 19 سحينا على كارثة كبيرة جداً إن كل المواطنين رح يسحبوا أموالهم من البنوك وللأسف الشديد البروك أفلاسد ومن سنة 29 لحد 36 الاختصاد العالمي كله أصب بنيار ضخم جداً جداً في العالم كله الانيار الذي حدث البنوك أفلاسد الانقرصات أفلاسد الناس أصبحت مديونة بل هناك طوبر بيه آلاف وقفت في الشوارع علشان تشرب شوء بتاعاتس هنا في شوارع نيويورك ولأول مرة في تريش أمريكا هجر مواطني الأمريكان ترابط 22 ألف أمريكي سابوا أمريكا وراحوا بروسيا فجان الاختصادين يفكروا وإحنا قلتنا إن انتوا هتدفعونا فوايد والفوايد دي حطنا قز الاقتصاد وهنحرب الاقتصاد ما النازل يا حدث جاءوا أنا ما اقتصاديين آخرين قالوا والله الحل إن احنا نزود الفايدة أكبر فكلما نزود الفايدة كلما الناس هتحوش أكتر حد ما طلع لنا عالم اقتصادي عظيم بسبو جون ماينرد جنز سالة 36 قال يا حضران الفايدة الآن عديمة الجذوة وعديمة التأثير لأن الناس الآن في مرحلة صعبة كبيرة جداً والناس لا يتأكل وما فيش حد حي يستثمر حتى ولو كتسعر الفايدة صفر ليه؟ لأن ما فيش أي دفاؤل بالنسبة للأقتصاد النظرية أكثر تعقيداً مما أنا بشرحه لكن أنا عز أشرح لكم ما الذي حدث في أمريكا أمريكا على الاعتبار إنها قائلة العالم من ناحة الاقتصادية كأكبر اقتصاد عالمي مع الصين ومع الاتحاد الأوروبي أمريكا بعد الكوفيد أو بعد أزمة الكورونا في 2020 اضطرت الولايات المتحدة إنها تقعب مواطنها في البيوت وكان يدفع لكل مواطن أمريكي 30000 دولار فكل المواطنين الأمريكي أصبحت عندهم كمية ضخمة جداً من الأموال جعلتهم ينفقوا إنفاقاً ضخمة جداً هذا الإنفاق جعل في الاقتصاد التضخم لم تشهدوا أمريكا يمكن من القرابة 43 سنة أو 42 سنة التضخم زاد زيادة لم تحبس منذ التمانينات ووصل معدل التضخم لـ 8 غصف الميال أمريكا من فترات طويلة جداً أسعار التضخم أو معدلات التضخم فيها لا تتجاوز 2% بحال من الأحوال وده هذا في البنك الفيدرالي الأمريكي عمر التضخم لا يتجاوز الـ 2% لكن للأسف الشديد نتيجة ضخ كمية الأموال اللي مع الناس الناس أنفقت إنفاق شديد جداً فغلت الأسعار في كل شي فكل اللحمة أو كل اللحمة اللي كان بـ 7 دولار ووصل لـ 12 دولار ولقنا مثلاً كرتولة البيض اللي هي 12 بيضة اللي كانت 8 حام وصل لدولار ارتفعت لـ 3 دولار الإجارات المساكن بدلاً ما كانت بـ 800 دولار وصلت لـ 1200 في بعض الأماكن وـ 1500 دولار في بعض الأماكن وـ 3000 وـ 1500 دولار في بعض الأماكن زي سان فرانسيسكو والمناطق الغالية جداً دي فلأسف المواطنين عانوا معنشة جداً فبدأ البنك الفدرالي الأمريكي يعمل سياسة التقييد النقدي التقييد النقدي بدأ أنه هو يعمل سياسة يرفع أسعار الفايدة وعندما يرفع أسعار الفايدة يمنع المواطنين من الإنفاق يرفع أسعار الفايدة البنك الفدرالي بيضع سعر الفايدة وبناء عليه دي هذا سعر الفائدة بيقرد بيب البنوك فسعر الفائدة الذي حدده البنك الفيدرالي الامريكي وصل لخمسة وربعة في المية بس الخمسة وربعة في المية دي ليست سعر الفائدة إذن البنك هيعطيني أنا قرد بها لا إذن البنك هيعطي قرد للبنوك بها فإذن البنك هيأخذ بخمسة ونص ممكن توصلك إنت لو أنت بتشتري بيت توصن لثمانية ونص ولو أنت عندك كردت كارد ممكن توصن لخمسة عشر في المية فبدأت الحكومة الأمريكية لمدة ثلاث سنوات كل اجتماع في الغانب يرتفع سعر الفائدة فلما قفعت سعر الفائدة لهذا الحد لوصل بورد فعلي جدا من شهر مارس 2022 من قرابة شهر طلع تقرير أن البطالة في أمريكا بتفعت والبطالة في أمريكا ارتفعت لأربعة ونصف في المية لكن ببساطة جدا البنك الفيدرالي الأمريكي خاف أن الاقتصاد يخش في كساد إيه العلاقة بين البطالة والعلاقة بالفايدة العلاقة بسيطة جدا وأنا عايزة أبعد عن كل معقدات الأمور لما الفايدة بتبقى مرتفعة أصحاب الأعمال أصحاب الأنشطة القروض والمشروعات اللي بيأخد قرد بيلاقي الفايدة مكلفة علي جدا فما يضع شيء يأخد قرد فبيسرح العمال الراجل اللي بيشتري بيت لما يلاقي الفايدة 8.5% مش هشتري بيت فلو إحنا عايزة إبن بيت جديد ده عايزة أشتري خشب عايزة أشتري أدوات للجارة عايزة أشتري أثاس كل ده حوقفهم لو أنا عايزة أشتري أعربية حوقف شراء العربية بسيطة البلاد التي تتعامل بالفايدة أو المواطني الفايدة والتي تتعامل بالقروض سعر الفايدة سيكون مؤثر جدا في هذه البلاد إذن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا فلما تقول أسعار الفايدة مرتفعة ستحدى حدا شديدا من الاختبار البنك الفيدرالي منذ كم يوم غفت بقى سعر الفايدة 0.5% لحد موصل سعر الفايدة من بعد ما كانت 5.5% لنزلت بقت أقصاها توصل لـ 5% فأصبحت سعر الفايدة من 4.3% لـ 5% مباشرة الدول التي تربط ملتها بالدولار مباشرة هي الأخرى تقامل بخفض سعر الفايدة فالبحرين والسعودية والأمارات والاتحاد الأوروبي كله خفض سعر الفايدة بل كان هناك اتماع منذ عدة أيام بين بنك تركيا وبنك انجلترا وبنك البرازيل وبنك اليابان علشان يخفض الفايدة أيضاً زي الولايات المتحدة الأمريكية لماذا هذا يحدث؟ لأن بوساطة جداً لو أنا افترض أن سعر الفايدة على الدولار وليكن في السعودية 4% والولايات المتحدة الأمريكية رفعت سعر الفايدة للـ 6% مباشرة أنها سأخذ قرض من بنك في السعودية وحول الأموال لبنك في أمريكا وحيستفيد من الـ 2% وأنا قاعد فده هيحصل الشيء من من سباية سعر الفايدة يعني دمعنى أي دولة ربطة عملتها بالدولار لازم سعر الفايدة يكون زي وزي اللي في أمريكا فلو كان في أمريكا 6% يبقى في السعودية 6% في مصر 6% في الإمارات 6% لأن ببساطة جداً أي دولة حيبقى فيها فرق الفلوس ستنزح إليها فبلد زي مصر على سبيل المثال بتصدر حاجة اسمها أزون الفزانة بتكون بعض أسعار فايدة مرتفعة على ضايا فبتخلي المواطنين من برى مصر يتمنيوا ياخد فايدة لما يكون فايدة 30% فطبعاً الناس هتسيب 5% اللي في أمريكا واستفيد بالـ 30% اللي في الدولة اللي بتخفض الثمن عليه فديه عشان إحنا نبقى فاهمين ما الذي يحدث إذا تغيرت أسعار الفايدة البنك الفيدرالي الأمريكي أعلن صراحة أنه إبتماعين باقيين لهذا العام إبتماع سيتم في شهر نوفمبر وإبتماع في شهر ديسمبر وأعلن صراحة أنه سيخفض الفايدة أيضاً في الإبتماعين فلوحنا افترضنا أنه سيخفض بـ 0.5% أو 0.5% دع يعمل رواق كبير جداً دخل من اقتصاد الأمريكيين وحيبقى مستفيد جداً مواطنين لأمريكيين لكن المستفيدين خلينا نقول من الذي سيستفيد من هذا القرار أو الناس ستستفيد من هذا القرار اللي هو اللي بياخد قرد فاللي عايز يشتري بيت اللي عايز يشتري سيارة اللي عنده قرد للدراسة أسعار الفايدة لما هتقل شراء للبيت الفايدة بتاعتها هتقل دفعيك للبيت هتقل قرد الدراسة هتقل دفع القرد الدراسة أيضاً هتقل أيضاً الجماعة اللي بيستثمروا في الأسهم الناس ستبدأ تسيب البنوك وتسحب فلوسها من البنوك ويحطوا فلوسه في الأسهم السندات فهتلاقي سوء الأسهم والسندات سيرتفع ارتفاعات مرتفعة جداً للغاية مش بس الحد لنهاية 24 بل أيضاً 25 لأن البنك الفيدراني الأمريكي الآن ووصل معدل التضخم 2.5% ومجرد ما يوصل معدل التضخم في أمريكا إلى 2% هيخفض أسعار الفايدة أنا كان نفسي أشرح نحن عدرتكم من نازل حدث في 2008 كان سعر الفايدة تقريباً صفر جوا أمريكا اللي اللي عايز يشتري بيت كان فيه ناس بيشتري بيت بأسعار فايدة 1% و2% فيبقى مين اللي حيستفيد؟ اللي بيشتري اللي وفض فرط اللي شراء بيت اللي شراء سيارة أو غيره أيضاً الجماعة اللي هما كانوا بيستفيدون من الفايدة المرتفعة هيبدأوا بيحققوا وصاراً نتيجة أن سعر الفايدة هيبدأ ينخف أيضاً من الأكبر الناس اللي حتحطوا بأرباع اللي هو حيستثمر أوله في الداب ودي وصيل العالم العربي يقول بل أي حد بيشعيدنا في العالم العربي سوء الداب سيرتفع وإحنا شفنا حتى بعدما البنك الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفايدة فبقنا أن الداب ارتفع ارتفعات بنونية اللي يمكن الأونس الأونس الداب اللي نعرضه يمكن أخر رقم شفته في عدود 2660 دولار فربما أنت بتشاهد الحلقة يقول السعر تغير من يوم للتاني في خلال فترة دي بس سعر الداب في صعود في الفترة الجاية أو لو أنت حبيت تحساب الجرام تقريبا هيبقى جرام الدهب 85 دولار يعني بالمصنعية هيوصل ل95 دولار تقريبا ممكن تبقى تختلف شوية بين مكان العفر 92 93 95 فالدهب في صعود جدا فاللي عايز يستفيد من كلامنا هيقدر يحقق مكاسب عالية جدا فالدهب يحقق من مستفيدين المستفيد الأكبر أيضا نوات المتحدة الأمريكية لأن أمريكا لما هتخفض سعر الفايدة قيمة الدولار هتنخفض تماما جوه أمريكا وجوه أوروبا يعني الدولار مع اليورو الدولار مع الدولار الكالدي الدولار مع الجيني الدولار مع اليورو الصين حيبدأ الخطفة ومشجع الصادرات الأمريكية الحال الأمر مش بهذه البساطة الأمر أكثر تعقيدا من كده لأن بلد زي الصين بتوقف سعر عملتها وبتثبت سعر عملتها عندها تثبيت كبر جدا بحيث أنها تستطيع أنها تسيطر على الصادرات تستطيع أنها تزاوغ لصادرات الصين لكن هكون من مصلحة أمريكا أن قيمة الدولار تتخطل على عكس الناس ما يفهمها أن الدولار لما يكون قوي ده كويس للبلد لا أمريكا بالذات لما يكون الدولار فيها قوي للأسف الشديد هيكون سيئة على أمريكا من أكثر ناس خسرانين أن هم الجماعة اللي حطوا فلسهم في البنوك هيبدأ يحقق فسائل فيها جدا جدا النتيجة وضعه لي الوداع اللي فيها أيضا الصين حتكون خاسرة لأن دولار يبقى ضعيف معناها أن أمريكا ستصدر أكثر وده سيمشئ حرب تجارية حتما بين الصين والمتحدة الأمريكية حتما هذا سيحدث وده الحقيقة إن شاء الله أنا أعيد حضراتكم بحلقة مختصة للصراع بين الصين وأمريكا من ناحية الاقتصادية فأرجوكم إن شاء الله تابعوا الحلقات بتاعتنا وقولوا أراءكم أنا حنسعد جدا بأراءكم فيه الآن شركة هي التي تقوم بالإنتاج قولوا إن أراء حضراتكم فيها وإن أنتوا عايزين وإن أنا بحاول إن أنا الآن أقدم معلومة أكثر من إن هو تحليل لحضراتكم فأقولوا لنا أراءكم وماذا تريدون إن شاء الله ويا رب الحلقة تعجبكم ونرى تعليقاتكم في خدمات أخرى في القناة ستقدم إن شاء الله في ميمبرشيب في عضوية حنقدر نعمل بعض البرامج الاقتصادية خاصة بالأعضاء فقط هيكون لهم هذه الخدمة إن شاء الله بالإضافة إلى خدمات أخرى إن شاء الله سترونها في الويبسايد في صفحة الفيسبوك وإن المنصات أشكر حضراتكم على حسن المتابعة ودونتم دائما في قطية بحال أسأل الله يعفظ إن هذه الأمة ويدبر الأمن وكل عام لحضراتكم نخيل